سؤالي للمرشح الرئاسي السيد حازم عمر مرشح حزب الشعب الجمهوري وهو من القيادات السياسية الشابة وايضا حزب الشعب الجمهوري من الاحزاب الجديدة لابد يضم قيادات سياسية متميزة وايضا مجموعة من الشباب المميزين ولكن سؤالي هنا السيد المرشح حازم عمر في بيانه اللي ألقاه منذ فترة مقرؤا ومسموعا ومسجلا كان بيان قصير لم يتناول المسائل الحياتية التي تهم المواطن المصري مثل الأمن الغذائي مثل الطاقة مثل السكن ايه رأيهم في الطرق في التنمية العمرانية ما هي وجهة قيادات الحزب حزب الشعب الجمهوري وهو يضم قيادات متميزة في هذه المسائل نأمل من خلال الحوار مع السيد المرشح حازم عمر أن يوضح لنا ويوضح للرأي العام المصري ما هي رؤية الحزب اللي حل هذه المسائل ورؤيتهم بخطة تنفيذية محددة بمبالغ مالية ايضا حزب الشعب الجمهوري هو من وجهة نظر يمثل الوسط ولا اليمين ولا اليسار ولكن لم نسمع حتى ترأي عام والمحللين السياسيين والمتابعين وجهة نظر الحزب هل هو فعلا حزب وسط أم يميل إلى اليمين أو اليسار وبالتالي واضع على قيادات الحزب ونأمل من قيادات الحزب والسيد المرشح أن يوضح لنا هل هو يمثل الوسط حقيقة أم يتجه إلى اليسار أو إلى اليمين